السلام عليكم بالرحب فيكم في مسافر رياضة اليوم هنغطي chapter 14 ومش هنغطي كل المواد الموجودة فيه لانه في شغلات بعيدة شوية عن الواقع تبعنا accessing resources for growth from external sources اللي هنتكلم عليها كيف يجمع فلوس او موارد لأنه مو من مصادر خارجية المصادر الخارجية طبعا some of the mechanism mechanism entrepreneur can use are franchising يعني joint venture شراكة معها acquisition الاستحواد merger and damage في هذا المجال الفرنشيز an agreement whereby manufacturer or sole distributor of a trademark product or service give exclusive right of local distribution to independent retailer in return for their payment of realities and confirmance of to standard operating procedure يعني واحد يسمح لحده يفتح فرع الفرع هذا بيستخدم نفس العلامة التجارية عنده حقوق كاملة في هذا المجال الآن مقابل مقابل عمولة بدفعها للشركة الأم بحيث أنه يحافظ على جميع المعايير الموجودة معايير التشغيل للشركة الأم الحقوق الذي يقدم الفرانشايز يعني الشخص الذي يقدم هذه الخنوة يسميه الفرانشايز والشخص الذي يستقبل ها يسميه الفرانشايزي زي ام بلوير و ام بلويي نفس الفكرة أو نفس الانالجي الادبانتج ايش هي الفرانشايز الناس كلها عارف ايش المنتج زي الكي افسي او زي مكدونالد كل الناس عارف ايش مكدونالد و ايش كي افسي المانجمات اكسبرتيز عندهم نظام ادارة موجود بخبرة تراكمية كبيرة جدا كابتال ريكويرمات بتطلب ايش انه معروف قديش بدك تدفع سواء بالوقت او الفلوس في هذا المجال و عادة هذا بتاخد يعني جهد في هذا knowledge of the market السوق معروف محدد قديش انت حصتك من السوق operating and structure control طبعا هذا عندهم نظام تشغيل و نظام تحكم واضح جدا و بقوانين و بكل اشي باللوائح الداخلية و كل حاجة advantage of franchising to be a franchiser يعني انت تكون صاحب الفرع الرئيسي اللي بتعطي الترخيص expansion risk طبعا هذا فيه مخاطرة في التوسع allow venture to expand quickly using little capital لأنه بوسع و بيعطي اسم بدخل مناطق بدون ما يدفع من ماله الخاص business can be expanding nationally or even internationally متوسع وطنيا و دوليا require fewer fewer employees than non franchise business طبعا الموظفين هدول على عاتق صاحب الفرع مش عليك فانت بتطلب مش منك حاجة cost advantage طبعا supply can be purchase in large quantity طبعا لما تشتري بكميات كبيرة غير يعني wholesale غير لما تشتري جملة غير لما تشتري بفرق فكل ما كبرت الكمية كل ما قل السعر ability to commit larger sums of money for advertising انت بسير توظف يعني مبالغ أكبر للدعاية والإعلان في هذا المجال طبعا ايش الdisadvantage in ability of the franchisor to provide services advertising and location عدم القدرة على توفير الخدمات والدعاية والموقع franchisor feeling or being put out by another company طبعا official او ناس تنين شروع فهي هذي بتصير اشكالية difficult in finding quality franchisee franchisees لأنه انت بدك تجيب ناس يفتح الفروع عليك فانت بتدور على الناس اللي كويسة الناس 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 حفاظ احيانا فيها الصعوبة فيها board management can cause individual franchise failure بشكل عام يعني لو الاداركات ضعيفة بتأدي الى الفشل في هذا المجال طبعا كل ما زاد العدد القدرة على التحكم في ادائها تبقى صعب في هذا المجال الوكالات وهذه معروفة يعني بتاخد وكالة الصناعة الفلانية او السيارات او البسكالتات او الشركة الفلانية franchise that offer a name image and method of doing business بتعطي الاسم والصورة تبعتها وطريقة عمل طريقة العمل franchise that offer services في بعض بتعطي خدمات و changes that help evolve franchising opportunity good health time saving and all convenience healthcare طبعا هذه بتساعد على تطوير الخدمة second baby boom second baby boom هذا الجيل الخمسينات في امريكا جيل ما بعد الحرب العالمية التانية لما اجوا المقاتلين من اوروبا فصار طفرة في عدد الولادات في امريكا فهذا بسموه baby boom first baby boom والsecond baby boom تبع السفتينات investing in a franchise factor to be assist by before making the final decision unapproving versus approving franchise يعني في بتلاقي يعني من السلسلة هذه سلاسل ناجحة وسلاسل لسه ما اثبتت حالها financial stability of the franchise تشتري من شركة على وقع انها تفلس وضحها المالي يبقى ثابت potential market for a new franchise يعني في سوق لها او معروفة برافت potential for a new franchise في عندي مجال للربح في هذا المجال franchisers are required to make full pre-sale disclosure يعني هذول بدون يعطوا معلومات كاملة قبل البيع في الهات الـ franchise agreement contained the requirement and obligation of the franchisee انه ايش مطلوب منه ويش الشروط عليه في هذا المجال وهي مثلا information required in disclosure statement هاي بعض الشغلات الموجودة لو في دعاوة عليه قديش الرسوم المبدئية كل هذى الامور موجودة تطلع عليها joint venture حاجة تانية اللي هي عندك separate entity that involve partnership between two or more active participants التاب joint venture between private sector companies يعني بتوين الشركات القاصة objective entering new or foreign market raising capital cooperative research industrial university agreement بالصناعة والجامعات هذه اتفاقيات طبعا اتفاقيات 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 الشركات الدولية في هذا المجال ايش اللي بتحدد النجاح في هذا المجال accurate assessment of the parties اتفاقيات يعني هاي degree of symmetry between the partners انه يكون امتكافئين ال expectation of the result يعني بدها تكون مقبولة timing must be right التوقيت لازم يكون صحيح الا acquisition اللي هي الاستحوات يعني شركة بدها تشتري شركة و تطلحها من السوق The partner of the entire company or part of the company The company no longer exists independent Advantage of the acquisition Established business الوشكة جاهزة الوشكة جاهز المركة جاهزة الهيكل التسويقي جاهز المعروف الموظفين الممتقر subscribers بي كرياتيب طبعا ديس ادفانتيج مارجينال ساكسس ريكورد يعني السجل بقول انه مش كتير النجاح اوبر كونفيدنس ان ابليتي احيانا بيبقى يعني الواحد بيبقى شايف حاله زيادة عن لازم او واتق منكسه زيادة عن لازم كي امبلويي لاص يعني احيانا موظفي رئيسيين بتركه اوبر فاليويشن احيانا القيمة تبعتها بيبقى انت حطيت قيمة اكتر من القيمة الحقيقية السينرجي اللي هي the whole is greater than the sum of its part يعني دائما المقولة اللي بتقول الكل اكتر من مجموعة الاجزاء هذه السينرجي يجب ان يحدث بيزنس كونسيبت طبعا الاكوزيشن بيجيش لحاية الشركات تكمل شغل بعض الشركات واحدة بتعتمد على حاجة يعني لو واحد عندي بنتج الصوس التاني مثلا بنتج هو برب الصوس لا لا اللاحم فهذه ممكن تشتري التاني أو واحدة بتشتري التاني فهي بتبقى اسهل بكثير منه واحد بيشتغل في الجاج والتاني بيشتغل في الزراعة وتشتري بيشتغل 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 الممتلكات أو الأسهم بوتستراب بيشتري من مال الخاص بيشتري 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 بروكر مش موجود بس هذا من السياسات key concern لحيان legality of the purchase لأنه بتشتري البراصس لأنك انت بتشتغل بيشتري جاهز وبدك شركتين من فصلات لك تتميشهم في شركة واحدة في هذا المجال الموظفين بدهم يشتروا بدهم يعني بيستعيروا فاند ويشتروا الشركة القائمة في هذا المجال الإبالوية هذه نتكلم عنها Negotiation overcoming constraint by negotiating for more resources distribution task negotiating how the benefit of the relationship will be allocated between parties integration task possible mutual benefit from the relation يعني size of Dubai قدش من يكون حجم الشريحة بشكل عام اللي تتكلم عنه يعني اليوم في خطوات معينة ايش هي انا عندي اشكال معينة للنمو في هذا المجال طيب لو انا عندي اشكال النمو اللي انا بتكلم فيها في هذا المجال كيف بد احصل على فلوس للنمو بحصل عنها عن طريق اعمل فرنشايز فيها اتشارك اجيب شركة اجداد او الحاجة الثالثة استحواذ على شركات تانية الاندماج في شركات اخرى هذه الافكار الموجودة بس هذه زي بقوله في العالم العربي حتى الآن الخطوة هذه مش كتير ماشية مش كتير شعبية يعني بدها شوية جهد وبدها شوية نمو في العالم الغربي هذا موجود فإن شاء الله بنصل لهذه النقاط الآن التحدي الأكبر لدينا اللي هي البدع والانطلاق وتظلك استيبل يعني تكون مربحة في هذا المجال ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر